اشتركوا في القناة القمر موجود في منزلة سعد بلع وهي للعلاج والفراق وتلاف الأموال والحرية رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لبعد ساعة من بث الحلقة يعني الساعة ثلاثة وخمس دقائق بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الأحد القمر رح ينتقل لمنزلة سعد السعود وهي منزلة لتوطيد العلاقات والحرية والربح والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و14 دقيقة من ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة سعد الأخبية وهي للحماية والضرر والضفر والعقد يعني بمعنى آخر أغلب لوقت القمر رح يكون موجود في ساعة السعود وفي ساعات الظهر رح ينتقل لساعة الأخبية القمر زي ما حكينا ما زال موجود في برج الجدي وعند زاوية ذكرناها يوم أمس ما قبل خلو المسار وحكينا أن هذه الزاوية رح تستمر تأثيراتها لغاية الصباح اللي هو صباح يوم الاثنين هي زاوية التزديس الإيجابية هي الآن تأثيراتها موجودة تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري ذروتها ساعة 18 دقائق من مساء اليوم الأحد ورح تستمر لغاية صباح يوم الاثنين نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 18 دقائق من مساء اليوم الأحد ورح يستمر لغاية الساعة 10 أو 6 دقائق من مساء برضو اليوم الأحد لينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الدلو يعني رح يكون يوم الاثنين كله القمر موجود في برج الدلو طبعا فترة خلو المسار زي ما الجميع بعرف هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقدة أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 10 أو 6 دقائق مساء خلاص القمر بيكون انتقل وصار في برج الدلو اللي هو طبعا مساء يوم الأحد يعني بتوقيت الأردن بدنا نقول الساعة 12 منتصف الليل أو بعد منتصف الليل بدقيقتين بنتقل القمر وبصير هدف توقيت الأردن بنتقل وبصير موجود في برج الدلو لما القمر ينتقل وصير في برج الدلو بنصير أنه منشعر أنه بحاجة مسئلة تغيير فالروتين هو عدو هاي الوضعية منكونوا دودين أكثر مننشط اجتماعيا منرغب في الانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة ويدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقاصة الشعر مثلاً أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً اليوم في عنا زاويتين ظهر على الساحة والزاويتين مع عطارد الزاوية الأولى هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي طبعاً بتبدأ اليوم 28-11 ورح تستمر لغاية يوم 2-12 دروتها يوم 29-11 في تمام الساعة 28-29 دقيقة مساء بتوقيت جرانيتش هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور في أي مجال يعني بصير عنا قدرة على تحليل أي أمر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية ما بين عطارد وما بين المريخ وهاي طبعاً تأثيراتها من يوم 28 اللي هو اليوم لغاية يوم 1-12 دروتها يوم 30-11 طبعاً رح تكون دروتها الساعة 4-17 دقيقة صباحاً بتوقيت جرانيتش بيسود شعور بضيق الصدر فما منتقبل المقد ممكن أن تور بشكل مبالغ فيه في وجه أي شخص بينتقدنا أو بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل بكشف عيوب وأخطاءه وبتدل على انتقادات وسائل الإعلام لزيادة نفوذ السلطة الأمنية أو الجيش في بلد ما وقم حرية التعبير أو قد تمارس سياسة قمعية ضد الصحافة أو ممكن يتعرض بعض رجال الصحافة للتعنيف أو العدوان وربما للسجن بتواجه وسائل الإعلام كذلك انتقادات لأمور إلها علاقة بالقطاع الصحي وأيضاً لأمور الصناعي للقطاع الصناعي وممكن برضو هاي الفترة تشهد اضطرابات واحتجاجات للأطباء والممرضين أو العيد العامل في بعض المؤسسات وتوجيه الانتقادات اللاذعة لقطاع الرياضة أو مؤسسة رياضية أو إشيء العلاقة بالرياضة بتوجه له انتقادات كبيرة يعني بصير بعض البلبل الإعلامية يعني بنسميها وبرضو في بعض الدول بصير مطالبة بالاهتمام بالقطاع الرياضي أكثر أو إدراج فئات شابة في الفرق والأندية يعني الأشياء مطالبة بحقوق رياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي تأثيراتها لغاية اليوم آخر يوم لعلها له 28-11 بتعزز المواهب الفنية والأدبية بشكل كبير أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة اللي طبعا منفصلة اللي هي تأثيراتها مش ذروتها اليوم طبعا راح تكون ذروتها في عند زاوية برضو تأثيراتها بتبدأ تقريبا عند منتصف الليلة اللي هي هاي الأحد على الاثنين وبتستمر لغاية ساعات المساء طبعا هي زاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين الشمس اللي ذروتها الساعة 8.5 دقائق صباحا بتوقيت جرينج منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث الإيجابية بين المريخ وبين زحل وهاي اللي حكينا عنها من يوم تقريبا 22-11 وحنا منذكرها طبعا تأثير هاي زاوية راح يستمر لغاية يوم 4-12 ذروتها اليوم الساعة 5.55 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبتمنحنا وضوح كبير في حياتنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها وخصوصا في أعمالنا ومشاريعنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية طبعا بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل وأيضا يوصى هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن لا يصلح لإزالة الشعر الزهد بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الدلو معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 29-11 بيبدأ في تمام الساعة 56-53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية ما بعد منتصف الليل اللي هي أول ربع ساعة من دخولنا في يوم الأربعة يعني ساعة 12-15 دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء على الأربعة بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج الحود بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره 5 أيام في تمام الساعة 10-23 دقيقة صباحا بصير 6 أيام نسبة الإضاءة بتصير 25% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 هي الآن سعيدة بنسبة 100% ولكن في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 85% القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو زي ما حكينا ورح يظل في برج الدلو لغاية يوم 30-11 هو الآن سعيد بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 10% في ساعات العصر بترتفع نسبة النحوس إلى 25% بعدين في ساعات المساء بترجع نسبة سعادة بنسبة 10% عطارد في القوس حتى يوم 6-12 سعيد بنسبة 15% والزهرة في القوس حتى يوم 10-12 منتحس بنسبة 25% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% والمشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتسعده من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة الأجواء رح تصير داعمة لإلكم وبناسبكم العمل ضمن مجموعة أو من ضمن علاقاتكم الاجتماعية وبتخوضوا بمجالات عديدة ومتنوعة أهم شيء تنظموا جدول أعمالكم تحسبا لضيق الوقت ولكن الأجواء إيجابية جدا على المستوى الاجتماعي برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا يعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنه ما تشوهوا سمعتكم الظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة يعني فرصة عمل مهمة بدك تكون منتبه لكل شيء مع تترك الطيش والسهو يتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا لبعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بيحباكم بوسعكم اجتياز امتحان بعض موليد برج الجوزاء ممكن يسافروا أو يوقعوا على عقد أو يروجوا لموهبتهم أو لاهتماماتهم أهم شيء أن تكونوا جارئين اليوم حاول أنك ما ترتبك في المواقف المهمة والصعبة وحاول أنك تثبت طاقتك وبواجدارتك بالمواقع المتقدمة اليوم بيحملك انفراج كبير برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتهتموا في عدد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض مع هيك بتكونوا تخففوا من النفقات حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة وصححوا الانطباعات عنكم كن واثق من نفسك من كفاءتك ما تسمح لأي شخص أنه يشكك بقدراتك اليوم ممكن تنشغل بملف أو أمور إدارية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بيتركز اهتمامكم حول موضوع الشراكة وحاولونك وتبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركاء العمل والعاطفة تعتبر هاي الفترة يعني فترة لأن القمر موجود مقابلكم يا هي من أسوأ أيام الشهر يا إما هي من أكثرها إيجابية هي إيجابية من ناحية أمور الشراكة وتعزيز الشراكة والمصالحات ولكن ممكن شوي يصير في تهديد باستقرارك لأنه رح يكون القمر مقابلك فبدك تدير بالك حاول أنك تبعد عن العصبية وردات الفعل السلبية برج العذراء رغم تراكم العمل إلا أنه أنت عندك قدرة على مواجهة وإنجاز الكثير من أعمالكم خلال هذا اليوم حاولوا أنك تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة بتلازمك الواجبات وبترافقك مشاعر مختلفة معظمها فيها نوع من أنواع القلق حاول أنك تنظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تقصير أو تأخير وبرضو ما تهمل صحتك ولا واجباتك اتجاه الأحبة برج الميزان ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا يوم مناسب لنشاطات الفنية أو ممارسة هواية ابتتحسن الأجواء وبترتفع المعنويات بشكل كبير وتعتبر هذه فترة مناسبة للحوار والنقاش يعني تعتبر فترة منتازة جدا فيها كثير من الحضوض فلا تقف متفرجا اسعى للمبادرة الأجواء الرومانسية ودافئة خلال هذا اليوم برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية وبتجدوا اليوم نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أفضل يعني أحد أفراد العائلة حاول أنك تحمي وضعك الصحي من التقلبات والإنفعالات ممكن تهتم لأمر بيتعلق بالعقارات أو باستعجار أو بيع عقار معين اتجنب الإنفعال والتسرع والقاء اللوم على الآخرين لأنه مزاجك شوي متقلب اليوم وانت متجهن في بعض الأوقات برج القوس بتنشطوا في أمور الها علاقة بالسفر والاتصالات واللقاءات وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم التنقلات والزيارات وورشات العمل لحسن الحظ أنت اليوم بتتمتع بسرعة بديهة عالية جدا ولكن حاول أنك تسيطر على إنفعالاتك وتصرف بهدوء ممكن تضطر لتقديم المساعدة لأحد الإخوة برج الجدي طبعا اليوم بيحمل لك فرصة لمكسب بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من أي خطوة مالية جديدة حاولوا تخففوا من نفقاتكم في نوع من أنواع يعني هيك ممكن تقدم على إنجاز أو تناقش سفقة أو اتفاقية فحاول أنك تعمل بجدية اليوم نظم شؤونك المالية بشكل جيد وامتنع عن مخالفة القوانين والتورط في أي مشروع مشبوه أو مشكوك فيه يعني بمعنى آخر بدك تركز على الأوراق قبل التوقيع عليها برج الدلو طبعا اليوم أنتو بتتمتعوا بنشاط وحيوية وعندك قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها شعبيتكم في تصاعد بتكون مستعد للتحرك في كل الاتجاهات اليوم بتتسلط الأضواء على قدراتكم وبتنطلق بحماسة وعزيمة كبيرة وتعتبر هاي فترة إيجابية وممكن ترغب في التغيير أو اقتحام مجال من المجالات الجديدة الأجواء داعمة لإلك بقوة خلال هذا اليوم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الآن رح ينتقلوا يستقر في برج الدلو اللي هو بيت متاعبكم فبتشعروا بالتعب بسيطر عليكم أهم شيء أنكوا تضعوا سلة من الأولويات للعمل الضروري وتخلدوا للراحة بهذا اليوم بسجل نوع من أنواع الركود على جميع الأصعدي بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أو حاول أنك يعني أي شيء مشكوك فيه وتخلص من عادتك القديمة وإنشغل فقط بالمسائل الروتينية احذر من التأخير والخسائر والوعكات الصحية وأي شخص بيوعدك بشيء ممكن اليوم ما يوفي فيه هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء